اهلا اعزائي فالمسيح ابن الله هو الذي يعلن عن الذات الالهية والذات الالهية معلنة في شخص يسوع المسيح فايزا قلنا احبائي مفهوم المسيح ابن الله حاشا ان يكون في تناسل جسدي من زواج او صاحب او زوجي هذا الفكر طبعا مرفوض رفضا باتا للمسيحيين وتعتبر تعني واهاني في قلب الله القدوس اللي احنا من امن فيه شيء اخر الكلمة لها مدلولات فهي طبعا لما نقول كلمة الله او ابن الله تفيد الطبيعة تفيد جوهر الله احنا لما نقول ابن الله منعبر عن جوهر الله زي منقول ابن الانسان شو يعني ابن الانسان بتعبر عن الانسان عن كيان الانسان طب شو هو الإنسان إلو لحم إلو عظم إلو دم إلو كل المكونات الإنسانية فعندما نقول ابن الله فهذا طبعا دلالة تفيد عن الطبيعة والجوهر إنه المسيح له نفس الطبيعة وجوهر الله الله لم يره أحد قط وعبر بالقول عن نفسه إنه ابن الله بشان هيك في قانون الإيمان المسيحي اللي اتفقت عليه كل الكنيس المسيحية بالحقيقة نؤمن بإله واحد الله الآب ثم يستمر يقول نؤمن برب واحد يسوع المسيح ابن الله الوحيد بيكمل بقول نور من نور أي من ذات طبيعة جوهر الله وكلمة الإبن بتفيد يعني بتأكد على المعنى فلان عربي ابن عربي فعندما نقول المسيح ابن الله تأكيد من جهة طبيعته اللهوتية إنه هو طبيعة الله جوهر الله الله ظاهر في الجسد إنه من طبيعة الله الحق لأنه بقول الكتاب أو قانون الإيمان المسيحي إله حق من إله حق فهم بيتكلم عن التأكيد للمعنى في ذات الجوهر الواحد جوهر وطبيعة الله وتفيد المساواة يعني المسيح مش مرتبة أقل يعني إنه ولد صار فيه مرتبة أقل يعني بالعكس هو مساوي للآب أو واحد مع الآب في الجوهر وكمان يعني فيه إعلام ظاهرة يعني بتقول بنت الفكر يعني بتعبر عن الفكرة ظاهرة اللي بتظهر من خلال فكرك اللي فكرت فيه طلع اللي حيز التنفيذ بشان هيك كلمة اللوغوس تعني العقل الإلهي فالمسيح من جهة اللهوت هو ذات الله معلن أو ظهر في صورة إنسان مشان هيك إحنا بنقول عن يسوع هو صورة الله الغير منظور لأن الله حاشى أنك تشبهه ببشر بإنسان بوجه بإيدين برجلين كل هذه التشبهات تعبير عن الله هو تعبير مجازي روحي عميق فهم لهوتي عميق لأن الكتاب يقول الله روح صعب تحدده في زمان في مكان في كيان في تشبيه معين لكن عندما تنظر إلى طبيعة يسوع وصفات يسوع وجوهر يسوع وأعمال يسوع وقدرة يسوع وسلطان يسوع ومحبة يسوع وكمال يسوع فأنت ترى الله معلن في صورة يسوع المسيح ترجمة نانسي قنقر